تربية المواشي ظهر انتشرت في العاصمة بغداد بشكل كبير على جوانب الطرق والحدائق دون ترخيص من الحكومة وعدم منعهم من قبل امانة بغداد والرقابة الصحية وتخصيص اماكن خاصة لبيع المواشي تسببت بهذا المنظر اكيد امانة بغداد مفلوط غير يعني تحاسب اكو مثلا اللي يتابعون هذا الموضوع بس احنا نشوف شو يعني يجي اي واحد مثلا ينسي عدي حيوانات يجي يفتح جوبه ويمشي وعاجه ولكنه اكو مثلا احد يحاسب ولا احد وراء مايستلاس شي غلاء اول شي الاوصاق اللي راح تسببها هذي ثاني شي بالشارع ناس صريت تطلع ناس صريت دفتر عوائل متاخذ راحتها سيارات كل شي يعني كل شي ضر نفس الوقت يعني هي تلوث للجاو تلوث للبيئة تلوث لكل شي مواطنون ادلوا بآراءهم حول هذه الظاهرة الغير حضارية والتي تسبب امراضا كثيرة وشوهت منظر الطرق والحدائق مطالبين الجهات المعنية بالقضاء على هذه الظاهرة وتخصيص اماكن لبيع المواشي بعيدا عن الطرق والدور السكنية تسبب غير مناطق بالشوارع العامة بالشوارع الخطوط السريعة يعني شارع سريع دولي ممكن اجنبي يجي ممكن زائر يجي ممكن مسؤول يفوت منتشرة بشكل غير طبيعي يعني انا اطلب من الحكومة ومن وزارة الزراعة مثلا وزارة البيئة شوية تخصص لهم اماكن مخصصة لهذه المناطق يعني ظهرت حسة بالوقت الحاضر يعني جنا قبل نشوفها بس مو بيش شارعها مو بيش قوة يعني قبل كانت مثلا اكون مكان واحد محدد اما تروح تلقاها ببغداد يعني السهنانة بالاعظمية تفترق كنا اربع كمس مكانات تلقي بيها هاي الظاهرة موجودة فهاي الظاهرة مو حضارية وبالأخص يعني بغداد يا بغداد شاينظر بيها المثل اذا بغداد يعني شوفوا الوسائق اول يعني شغلات ما منزل بها الله من سلطان تجمعات بيع المواشي تتسبب بمخلفات بيئية وصحية حيث يرى مراقبون ان انعدام الرقابة وسعي الحكومة باظهار منظر جميل للطرق والحدائق قد تسببت بانتشار كبير لبائع المواشي لصلاح الدين الفضائي ابراهيم سالم بغداد موسيقى